قضية المحامية زينب الخيار وليك تعرف تطورات مفاجئة بعد مصدرات محكمة السنة فرسميا وليك تلغي القرار التشطيب المحامية من طرف هيئة المحامين بمدينة الطار البيضاء وهاتش كله اخواني اخوتي لجيب التعليمات عليا فالقرار اللي كان واضح بعدما اتسربت معلومات خطيرة بتعرض المحامية زينب الخيار لمؤامرة ولتبين فيما بعد ان العصابة لها علاقة وصلة بتصفية المرحوم كانت فعلا وراء هات المؤامرة ضد زينب الخيار المحامية والحقوقية فمن المنتظر اخواني اخوتي ان هذا المحامي اللي ستعمل واحد معتمر صحفي في الايام القادمة واللي ستشرح فيه الاسباب الحقيقية وراء هاتش طيب من لائحة المحامات من طرف نقيب المحامين واللي كان توصل فعلا بتجيل خطير واللي تأكد فعلا انه مفبرك فاخواني اخوتي فكما هو معلوم ان هيئة الدفاع لقضية المرحوم نوردين العطور كتعرف دائما عراقيل خصوصا من طرف هات العصابة فمن بعد ما كانت فعلا زينب الخيار انها تتحدث بها دنية صافية وكتحاول تدافع وكتحاول توصل كل المعلومات خصوصا اخواني اخوتي فحتى ان بعض الناس حقوقيين اللي كانوا دائما كينبوها على اساس انها ما تقاش تتكلم على هذا الموضوع وتجفد الاسرار لانها كتقى دائما فيه سرية خصوصا وان الملف فهو خطير وخطير جدا فكتما تتشوفوا اخواني اخوتي العصابة اللي دائما كتحاول تلفق يعني بعض تهم مزيفة سواء للمحامية زينب الخيار او الانتسام لكيعتبرهم فعلا هات العصابة عدو رقم واحد لهم فدائما انهم كيتكلموا وكيحاولوا انهم يوصلوا لبعض المعلومات وفعلا اخواني اخوتي راوصلوا لبعض المعلومات اللي هي خطيرة والقاضي التحقير اللي احتهوا يعني توصل بهذه المعلومات سواء عن طريق يعني واحد الهاكر اللي اعطال معلومات والتجيلات او عن طريق شهود العيان اللي كانوا شاهدوا يعني بام عيونهم طريقة اللي قاموا بها يعني باخراج المرحوم من داخل المنزل الزوجة فكما هو معلوم اخواني اخوتي الزوجة دي المرحوم نوردين العطور فالمحاولة الفاشلة لها الزوجة جاء بعد اختفاء المسؤول اللي كان دائما كيحميها ودائما كيوقف معها والاكيد ان النهاية ذي اللي كانت قاربة فارحة الزوجة انها يعني كانت في الايام القليلة الماضية كان دائما كتهدد ابتسام ودائما كتحاول انها تخوفها وتخوف جميع المتابعين بخصوص هذا الملف خصوصا الشهود اللي كانوا ادلوه بالشهادة ديرهم فالزوجة اللي كانت دائما كتحاول تصل بهذا المسؤولين واليوم راهم اختفوا على الأنظار فعليا وما يعني ما بقى لها الا النهاية ديالا اللي هي قريبة واللي غيكون السجن يعني هو الخلاص الوحيد لهذا الزوجة بعد ما تتم الكشف عن جميع المعلومات وعن جميع الدلائل والحقائق بخصوص هذا الزوجة ولصراحة اخواني اخواتي هاد ملف اللي طال الامد ديالو يعني مدة طويلة ويعني يقاضي التحقيق اللي دائما كيحقق في هذا الملف ودائما كيحاول انه يوصل يعني يوصل المعلومة اللي غتكون دقيقة ولي غتكون مواجهة اخواني اخواتي مع بعض يعني المتهمين او المتورطين في هذا الملف فكما هو معلوم الملف يعني اللي تم تقدمه الوكيل العام للمالك اللي غيبت فيه وغيتم تحليل جميع المكالمات والجميع يعني الاقوال وكذلك تصريح لهادوك الشهود وكذلك غيتم تحليل تقرير اللي كان وضعه يعني الفرق الوطني الترك الملكي بهذا الخصوص فبالرجوع الى المحامية زينب الخيار المحامية والحقوقية اللي كان دائما كتحاول يعني توصل المعلومة سواء للقادي او للمتابعي الكرام بخصوص هذا الملف وانها حلفات بالحلف انه يعني ما غدتفكش من هات الملف حتى يعني توصلوا يعني او الاعتقان جميع المشبه فيهم كيفما كانت المراتب ديرهم زينب الخيار دي كانت اخوان اخوتي تكلمت على القضية دي الواحد رشوة دي الاربعين بليون هاد القضية اللي تكلمت فيها سابقا ولي كان هي السبب يعني دي كان السبب فتش طيب عليها من لائحة يعني المحامين يعني النقيب المحامين اللي اخذ هاد القرار بذ ما كان كيدون انه كلام خطير وكان كيدون ان المحامية كتحاولوا انه يعني يعني يزج به يعني بالسجن او يعني يتورطه يعني في مسائل ربما يعني ماذا حتى شي علاقة لا من قريب ولا من بعيد وهذا شي اللي خلاه انه يتفاجئ بهذا الكلام لكن الخطة دير هاد العصابة اللي ربما جاءت يعني من طرف بعض اليوتيوبير اللي يحاولوا انهم واكدوا في المناسبات العديدة انه هاد المحامية راه غد دخل للسجن وغي يكون المآل ديالا يعني استجن في المآل الاخير فعلى اين راه كل شي تفضح كل شي بان واحتل المحامية زينب الخيار اللي كانت يعني تفاجئت بهذا القرار قبل ان يتم الكشف عن نوايا هاد العصابة الخطيرة اللي فعلا اخواني اخواتي عصابة بكل معنى يعني يحاولوا انهم يطمسوا الملف بأي طرق بأي طرق لكن اخواني اخواتي الروح عزيزان الله سبحانه وتعالى وحتى يعني هاد الهيئة الدفاع يمتبنين هاد الملف فهما ما غيرتفكوش من فيهم ملف حتى يتم الاعتقال جميع المشبه فيهم خصوصا انه قادي التحقيق ليوصل اللائحة ديالاربعين شخص فعلا ربعين شخص اخواني اخواتي ربما هاد الاربعين فيهم مسؤونين كبار فيهم شهود يعني شهود ربما دوك شهود اللي كانوا كيحاولوا انهم يزيفوا بعد الحقائق خصوصا اخواني اخواتي شهادة الزور كيكون كيعقب عليها القانون هناك شهادة الزور اخواني اخواتي اللي كان دائما لصالح هاد العصابة ففي الاخر اخواني اخواتي راه لائحة اللي كان عليها قادي التحقيق واللي كشف عليها فالاكيد انها غتكون بعد يعني عيد الاضحة اللي غيتم الاعتقال الجميع وغتكون واحد الجلسات ماراطونية فعلا هاد الجلسات الماراطونية اخواني اخواتي اللي غيتم اللي غيتم اللي غيتم اللي غيتم واحدة الاحكام قاسية خصوصا ما بين يعني ربما يعني كسر من عشرين سنة وهدي احكام اخواني اخواتي غير كافية بحكم هاد العصابة اللي كانوا كيحاولوا انهم يطمسوا الميلف لمدة ست سنوات وكذلك اخواني اخواتي ابتسام اللي بعض معلوماتك تقول انها غير طالب بالحق يعني المادة كتعويد على الاضرار اللحقة من طرف هاد العصابة وكذلك يعني هاد الناس اللي كانوا كيحاولوا انهم يوضعوا الميلف يعني في الحفظ حتى هوا ما غيتم المحاكمة لانه فعلا هاد الناس اللي كانوا متواطئين مع هاد العصابة فعلا القضية كبيرة وكبيرة جدا وحتى هاد شي كانت تكلمات فيه يعني الزوجة يعني في الكثير من المناسبات ووضحته وقالته امام بعض الشهود الناس اللي كانوا في الوقت للعزاء وهاد شي اخوني اخوتي خاطر وخاطر فالى حدود هاد الساعة نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش اننا بالله يقديركم والبرتاج دمتوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة